موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية امفاندكات مشاهدين اهلا بكم نظمت سفارة المغرب باسبانيا في العاصمة مدريد حفل استقبال كبير بمناسبة الاحتفال بذكرى الرابعة والعشرين لعطلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المناعمين بقي التفاصيل حول هذا الحفل مع رضوان مستقيم سفارة المغرب باسبانيا نظمت بمدريد حفل استقبال كبير بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لعطلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المناعمين وفي كلمة ألقتها سفيرة المملكة بإسبانيا بالمناسبة أكدت أن الشعب المغربي يحتفل هذه السنة بكل فخر بأربعة وعشرين عاما من التطور والحداثة والعدالة الاجتماعية وأبرزت السيدة ابن عيش أنه خلال الأربع وعشرين عاما التي تسمت بالاستقرار والتنمية وضع جلالة الملك بفضل قيادته المتبصرة والتزامه إزاء المستقبل أسس دولة تفرض نفسها اليوم كفاعل محوري في منطقتنا وكأرض للسلام والتسامح مسجلة أن المغرب اليوم هو ثمرة القرارات الحكيمة والطموحة لجلالة الملك وخلال هذا الاستقبال قدم الخاضرون تهانيهم للدبلوماسية المغربية بهذه المناسبة السعيدة معاربين عن متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار الاحتفال بعيد العرش فرصة للتأكيد على التقدم الذي أحرزته المملكة المغربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك للتأكيد على تعزيز أواصر الصداقة بين إسبانيا والمغرب العلاقة بين البلدين كانت مهمة عبر التاريخ وقد عملنا على تعميقها العلاقة بين المغرب وإسبانيا علاقات استراتيجية لكل البلدين ويوليان أهمية خاصة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المغرب هو حدود شمال إفريقيا بينما إسبانيا هي الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي ويجب علينا الحفاظ على علاقة استراتيجية من الصداقة والتعاون وحسن الجواف وتميز الحفل بحضور ثلة من الشخصيات الإسبانية المنتمية لعالم السياسة وممثلين لسلك الدبلوماسي الأجنبي المعتمد في إسبانيا والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية وبرلمانيين وشخصيات تنتمي لعوالم المال والأعمال والثقافة والفن والرياضة والإعلام والسياسة إلى جانب أفراد من الجالية المغربية نبقى مشاهدين في سياق الاحتفالات بالذكرى الرابعة والعشرين لتولي صاحبي الجلالة الملك محمد النسادس عرش أسلافه المنعمين حيث قامت الصفارة المغربية في إيطاليا برما حفل استقبال بهيج سفير المغرب لدى إيطاليا قال إن الاحتفال بهذا العيد المجيد يتيح الفرصة للتأكيد على التلاحم الوطيد بين العرش والشعب واستحضار الإنجازات الكبرى التي حققتها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة وسجل ديبلوماسي أن الزيارة الأخيرة لوزير شؤون الخارجية وتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطا إلى روما بدعوة من نظيره الإيطالي شهدت على نوعية العلاقات التي تجمع الرباط ورما والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف القطاعات وإعطاء ديناميكية جديدة للمبادلات فضلا عن تعزيز الحوار والتشاور على المستوى متعدد الأطراف دائما في طاري هذه الاحتفالات حيث أقامت سفارة المغرب لدى الكرسي الرسولي حفل استقبال بهيج والذي تميز بحضور شخصيات مرموقة بقي التفاصيل مع رضوان مستقيم بمناسبة الذكر الرابعة والعشرين لإغطلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين أقامت سفارة المغرب لدى الكرسي الرسولي حفل استقبال بهيج بحضور شخصيات مرموقة من الفاتيكان والهيئة السيادية العسكرية لمالطا إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد لدى الكرسي الرسولي سعيد بوجود هنا اليوم بسفارة المغرب للاحتفال بعيد العرش المجيد نحن فخورون بعلاقتنا المتميزة مع المملكة المغربية والعلاقات بين بابا فرانسيس وصاحب الجلال الملك محمد السادس سعيدون للغاية بمشاركتنا اليوم في هذا الحفل الوطني للمملكة المغربية علاقاتنا جيدة جدا مع المغرب كما لنا مبادرات إنسانية هناك نوليها لها اهتماما كبيرا تهانين الحار لصاحب الجلالة والشعب المغربي كافة وبهذه المناسبة أبرزت سفيرة المغرب لدى الكرسي الرسولي أن القيم والرمزية القوية التي يكتسي اختفال الشعب المغربي بعيد العرش تعكس تشبثه العريق والراسخ بالملكية وبشخص جلالة الملك كما أكدت السفيرة أن العلاقات العريقة القائمة بين المغرب والكرسي الرسولي والتي تعود لإحدى عشر قرنا ما فتأت تتعزز مذكرة بالزيارة التاريخية التي قام بها قداسة البابا فرانسيس إلى المغرب في مارس 2019 والتي تم خلالها التوقيع على نداء القدس الذي ساهم بشكل نوعي في تعزيز قيم الأخوة والسلام والتسامح إلى الملف الدولي ونفتحه بحريق الغابات الذي اندلع بالقرب من منطقة سكنية في جنوب إسبانيا مما دفع رجال الإطفاء لإخلاء المنطقة هذا وتم إرسال 15 من رجال الإطفاء وثماني طائرات تيليكوبتر لمكافحة النيران لنتابع تقرير لرغدة قابولي رجال الإطفاء يكفحون في جنوب إسبانيا لإجلاء المئات مع اشتداد حريق الغابات حرائق اندلعت بالقرب من منطقة سكنية في لالينيا ديلا كونسيبسيونا في جنوب إسبانيا اتساع نطاق الحريق دفع السلطات لإخلاء منطقة سكنية بأكملها بالجنوب السلطات المحلية سرحت أنه تم إرسال 15 من رجال الإطفاء وثماني طائرات هيلوكوبتر لمكافحة النيران التي انتشرت بالمنطقة الدخان المتصاعد من الحريق أدى إلى إغلاق حوالي 14 كم على طريق AB7 وهي طريق رئيسي خدمة إطفاء الحرائق الإقليمية ذكرت أن التداريس الوعرة جعلت إخماد النيران عملية صعبة أعلنت روسيا أنها أحبط تاجمات كرانيا جديدة بواسطة مسيرات في موسكو والبحر الأسود مضيفة أن إحدها أصابت مبنى تجاريا في حي أعمال في وسط موسكو سبق أن استهدف خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عودة مع رغدا قابولي روسيا أعلنت أنها أحبطت هجمات أوكرانية جديدة شنت بواسطة طائرات مسيرة في موسكو والبحر الأسود الإعلان أصدرته وزارة الدفاع الروسية مؤكدة أن محاولة الهجوم الليل الأوكراني بواسطة طائرات من دون طيار على منشآت في موسكو ومنطقتها أحبطت حيث قامت القوات الروسية بإسقاط طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت العاصمة في هجوم أدى إلى تدرر برجين تجاريين في حي موسكو سيتي وسط العاصمة الروسية الهجوم بالطائرات المسيرة تم كذلك بالبحر الأسود والذي يشكل محور توطر متعاظم بين الدولتين منذ أن انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية قبل أسبوعين نبقى مشاهدين في الملف الروسي حيث علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف على هجمات المسيرات الأخيرة على مجمع موسكو سيتي في العاصمة الروسية بالقول أن التهديد موجود وواضح مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنتابع تقرير لشيماء بكا عقب هجمات المسيرات الأخيرة لكييف باستخدام ثلاث طائرات مسيرة على مجمع موسكو سيتي في العاصمة الروسية قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن التهديد موجود وواضح مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بيسكوف وصف محاولات كييف لشن الهجمات بالأفعال اليائسة مضيفا أن نظام كييف في وضع صعب للغاية ولم يحقق أي نجاحات هذا وقد أعلن عمدة العاصمة الروسية في وقت سابق أن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت المدينة ما أدى إلى تضرر مباني في منطقة موسكو سيتي دون الإعلان عن سقوط ضحايا إلى اليابان التي تشهد اقتراب إعصار خانون من جزر أوكيناوا في جنوب البلاد ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية لنتابع بقي التفاصيل في تقرير لسكينة مسوية خوفا من إعصار خانون المدمر اليابان تدعو ألاف المواطنين لإخلاء منازلهم اقترب الإعصار العنيف من جزر أوكيناوا في جنوب اليابان ما تسبب في إلغاء مئات الرحلات الجوية وحث مئات آلاف السكان على إخلاء منازلهم للاحتماء من العاصفة فيما يتوقع أن يصل الإعصار الذي اجداح المحيط الهادئ بسرعة رياح تصل إلى 162 كم في الساعة إلى أوكيناوا ما ساء اليوم وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أشارت إلى أن الإعصار واسع النطاق وقوي جدا كما حضرت السكان وأمرتهم بالاحتماء تحسبا لرياح عاتية وأمطار غزيرة وحسب السلطات الإعصار قد يؤدي إلى هطول أمطار قياسية قد تؤدي بدورها إلى فيضانات كارثية وحدوث انهيارات أردية العودو مشاهدين للأخبار الوطنية حيث عاشت منصة اتصالات المغرب بمدينة المذيق على إقاع سهرة فنية بديعة أحيها فنانون متميزون وذلك احتفالا بالذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أصلافه المنعامين لنتابع باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي بجال مدينة المذيق تعيش على إقاع سهرات فنية بديعة يحييها فنانون متميزون وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أصلافه المنعامين وبهذه المناسبة استمتعت الجماهير العريضة التي حجت بكثافة للصهرة الفنية المنظمة في إطار المسخة التاسعة عشر لمهرجان الشواطئ بالعروض الموسيقية التي قدمها فنانون مغاربة نفتخر بكوني كم غريبي نحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قعل المغاربة ونفرحانين بها عشق مهرجان الشواطئ بالمديق استمتعوا بأقوى اللحظات الفنية وتفاعلوا مع الموسيقى الوطنية والشبابية الحماسية دورة هذه السنة من المهرجان ستعرف مشاركة 200 فنان وطني وأجنبي نشكر جميع المشاركين والأطر والصاحرين على هذه السنة التي تجمعنا في رقم من التعارف مهرجان الشواطئ سيستمر إلى غاية الحادي والعشرين من غشت الجاري ويضم أزيد من 110 حفلة موسيقية تضم ألوان موسيقية مختلفة والتي من شأنها ضمان برمجة متنوعة تستجيب لأذواق جميع مرتادي المهرجان الختام مشاهدين بالخبر الرياضي حيث قدم فريق بوكا جونيورز لعبه الجديد الأوروغوياني إدنسون كافاني لجماهيره بعد توقيع عقد يمتد لسنة ونصف قادما من فالونسيا الإسباني نتابع التقرير لأسامة داودي حفل استقبال أسطوري ذلك الذي حضي به النجم الأوروغوياني إدنسون كافاني أمام جماهير فريقه الجديد بوكا جونيورز الأرجنتيني بملعبه لبومبونيرا نحو 30 ألف مشجع احتفلوا بتقديم المهاجم البالغ من العمر 36 عاما والوافد حديثا لأحد أشهر فرق القرى موقعا لعقد سار لثمانية عشر شهرا هناك العديد من الأشياء التي جعلتني أتمنى أن أعود إلى قرى الأم أعتقد أنه لا يوجد بلد يشبه بلدنا أكثر من الأرجنتين ولا ناد مثل البوكا لمتابعة ما يمكن أن يكون آخر خطوات مسيرتي ويصل كافاني إلى بوكا بعد مسيرة طويلة في كرة القدم الأوروبية حيث قد فترات في باليرمو ونابولي وباريسون جيرما وماشستر يونيتد وفالينسيا فيما شارك بقميص منتخب بلادها في نهائية كأس العالم 2010-2014-2018-2022 بالإضافة إلى كأس كوبا أمريكا خمس مرات لذلك مشاهدين نكون قد وصلنا لختام هذه الناشرة نشكر لكم بطيبة المتابعة في أمان الله